العلامة الألوسي رحمه الله في تفسيره المعروف روح المعاني يقول والمراد به الصندوق كان يتبرك به بنو إسرائيل فذهب منهم واختلف في تحقيق ذلك فقال أرباب الأخبار هو صندوق أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام فيه تماثيل الأنبياء تماثيل تماثيل هذا كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير اللي بيحبوه كثير الوهبية المفصل أول عند الوهبية لأنه من تلامذة ابن تيمي وهو أموي أموي الهوى هذا تفسير ابن كثير 450 سورة الأحزاب الآيتان 28-29 هنا ماذا يقول فما ظنك بمن قد صام يوما أو يومين أو شعرا أو شعرين قد قام ليلة أو ليلتين فظهر عليه شيء من الأحوال كرمات يعني الوهبية ضد الكرمات ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرمات عباد المكرمون كما يقول القرآن الكريم وأنهم ممن يتبرك بلقائهم عجيب هذا ابن كثير الدمشقي أبو الفداء أين تذهبون هذا ابن كثير هذا مفسركم ممن يتبرك بلقائهم ويغتنم بصالح دعائهم وأنهم يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم وتوقيرهم فيتمسح بأثوابهم ويقبل ثرى أعتابهم